في هذا الفيديو سنترح مثالاً جديداً على التحويلات قبل الانتقال إلى التفاضل والتكامل متعدد المتغيرات في فيديو الأسطح الوسيطية أعطيتكم هذه الدالة والتي كانت دالة معقدة فيها مدخلات ثنائية الأبعاد ومخرجات ثلاثية الأبعاد وقد شاهدتم كيفية التفكير بالأمر وكأنكم ترسمون سطحاً في الفضاء ثلاثي الأبعاد والسطح كما تشاهدون يشبه حلوة دونتس ويسمى في الرياضيات بالطارة أما موضوع هذا الفيديو فهو شرح الطريقة التي يمكن من خلالها التحويل من المدخلات إلى المخرجات أولاً ما هو فضاء المدخلات؟ فضاء المدخلات هو المستوى TS يمكنكم رسم المحور T والمحور S كاملين وتعيين العديد من النقاط وملاحظة تغير موقعها أو يمكنكم أيضاً استخدام جزء أصغر من ذلك فلو كانت قيمة T محدودة بين صفر وإثنان باي وقيمة S أيضاً محدودة بين صفر وإثنان باي ستحصلون على هذا المربع هنا هذا المربع وحده سيعطيكم النقاط المطلوبة كلها التي تحتاجونها لرسم الطارة والسبب وراء ذلك هو أن الأرقام من صفر إلى واحد تسمح لكو ساين تي بأن يغطي مجاله كاملاً قبل أن يصبح الأمر دورياً الأمر نفسه ينطبق على ساين تي وعلى S وهذا يعني أنكم لن تحصلوا على معلومة جديدة لو استخدمتم أرقاماً أكبر فمن الأسهل اعتبار هذا الجزء من مستوى T S كجزء من الفضاء ثلاثي الأبعاد وذلك عوضاً عن فصل فضاء المدخلات عن فضاء المخرجات يمثل هذا المربع المستوى T S ويمكنكم من خلاله مشاهدة كيفية انتقال جميع النقاط من موقعها في فضاء المدخلات ثنائي الأبعاد إلى موقعها في فضاء المخرجات ثلاثي الأبعاد شاهدوا ذلك مرة أخرى تبدأون أولاً بالمستوى T S بعد ذلك يمكنكم تتبع المدخلات خلال هذا التحويل وهي تنتقل من موقعها الأول إلى موقعها النهائي في المخرجات يجدر التوضيح أيضاً أن القيم الوسطية التي تمر بها المدخلات لا تعتبر مهمة فالدوال فعلياً لا تتحرك هكذا فهي في الواقع ثابتة ولا تحتوي إلا على مدخلات ومخرجات وما من قيم في الوسط بينهما الحركة التي تشاهدونها تستخدم فقط لجعل فهم الدالة أسهل وهي منقسمة هنا إلى قسمين حيث ينطوي المستوى أولاً في طرف وينطوي مجدداً في طرف آخر ولا تهم حقاً طريقة الحركة المستخدمة إلى هذا الحد وانتهى الدرس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر